مشاهدين الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة الحادية عشرة بتوقيت جرينيتش موجز لآخر وأهم لنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم توصل مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 شهدت اللجانة الانتخابية توافدة أعداد كبيرة من الناخبين منذ فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا وتجرى الانتخابات الرئيسية وفقا للجدوى الزمني المقرر حيث يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجانة العامة أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بن داري انتظام سير عملية التصويت في كافة مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية وأكد المستشار بن داري خلال مؤتمر صحفي أن الاقتراع داخل اللجانة الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية لافتا إلى وجود إقبال كبير من الناخبين على المشاركة في التصويت أكدت وكالة الأونروا أنه لا مكان في مراكز الإيواء لاستيعاب أي نازح جديد في غزة مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية منهارة تماما في القطاع وأضافت الوكالة الأممية أن ما يحدث في غزة هو تسونامي إنساني وأوضحت الأونروا أن كل مركز إيواء يضم بداخله أكثر من 11 ألف نازح في الوقت الذي من المفترض أن يستوعب ألف نازح فقط إلى ذلك عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم عبر عن قلقه إزاء استمرار عمليات تفتيش القوافل الطبية في قطاع غزة واحتجاز العاملين في مجال الصحة بالقطاع مشيرا إلى أن هذا يعرض حياة المرضى للخطر أضاف أدهانوم أنه تم يقاف بعثة تقودها المنظمة للمستشفى الأهلي في غزة مرتين يوم السبت للتفتيش بينما كانت في طريقها إلى شمال غزة خلال العودة مضيفة أنه تم احتجاز موظفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في المرتين جدد منسق الأمم المتحدة للغاثة مارتين جريفث قال قاهو العميق بشأن وضع سكان غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على شمال وجنوب القطاع أكد مكتب منسق الشؤون الإنسانية أن قدرة الأمم المتحدة على تسلم المساعدات الواردة تعرضت لإعاقة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب نقص الشاحنات داخل غزة وانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى عرقلة القتال لوصول عمال الإغاثة إلى معبر رفح الذي تدخل عبره مواد الإغاثة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو في موقف صعب لافتا إلى وجود خلافات بينه وبين بعض القيادات الإسرائيلية وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتسريع تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين أعرب وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارماني عن رغبته في اعتماد إجراءات حازمة ضد الهجرة غير النظامية بحلول نهاية العام جاءت تصريحات الوزير خلال تفقده مركزا للشرطة جنوب شرق باريس يأتي هذا بينما رفضت الجمعية الوطنية هذا القانون الجديد الهجرة المثير للجدل الذي يهدف إلى التحكم في تدفق المهاجرين أعلنت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية أنها تسعى إلى انفاق ما يقرب من 266 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على القدرات الدفاعية وتعزيزها وأعلنت الوزارة عن الخطط الدفاعية متوسطة للمدى يضم المخطط تعزيزات دفاعية مختلفة مثل توفير أقمار صناعية للاستطلاع العسكري ونشر المزيد من الغواصات وأنظمة اعتراض صاروخية متطورة تتجه قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 نحو الاستمرار لوقت إضافي اليوم حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديد بعد انتقدت دول عديدة النسخة السابقة للمسودة باعتبارها ضعيفة للغاية لأنها أغفلت التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتحاول الدول المجتمعة في قمة دبي الاتفاق على خطط عمل عالمية للحد من تغير المناخ بسرعة كافية لتجنب المزيد من الفيضانات الكارثية والحرارة القاتلة والتغيرات التي لا رجعة فيها في النظم البيئية في العالم نهاية الموجز شكرا لكم